مع حياتك بلواتي وستاذ المشاهدين للفتة إنسانية وعادة مصر لا تنسى أبنائها وخصوصا أبنائها الشهداء أيضا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنصيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلا عن المبادرات المقترح توجهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق كما صدق الرئيس على ضمن شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 إلى المستفيدين من الصندوق وصدق الرئيس أيضا على ضمن شهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق كل التحية والتقدير لشهداءنا الأبرار من القوات المسلحة الباسلة ومن شرطتنا الباسلة ومن أيضا المدنيين في بناء حقوق الصواريخ اللي تم في حرب الاستنزاف اللي تم ضمهم لي الصندوق أستاذ عادل مصر لا تنسى أبناءها الشهداء اللي ضحوا بأغلى ما لديهم وهي رحهم وكل غالي ونفيس حتى نحيا في أمن وأمان واستقرار في زمن وعالم عز في الأمن والسلام والاستقرار الحقيقة أن مصر دايما بتكرس معنى الانتماء والوطنية والوفاء لهذا الوطن كيف تبعت هذا الخبر وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم الشهداء دايما وإسرهم يعني خلينا نقول نالي بالسؤال كيف استقبل أهالي الشهداء هذا الخبر يعني تخلي خبر النهاردة تتكلمي أهالي الشهداء من 52 من يناير 52 مرورا بكل الحروب والمعارك اللي خادتها مصر مما فيها معركة الإرهاب في سيناء مما فاتت حياتها اللي بيقدمها أبطالنا ورجالنا في القوات المسادعة الشرطة تخيل رضي فعلي ده قد إيه على الهالي أو يعني بشكل عام على الأقارب والأسر وعالين احنا كمان قد إيه ده بيعزز قيم الانتمام في داخل ابناء الشعب المصري وقد إيه أنه النهاردة عيدخل بها جاه على أسر آلاف مؤلفة من الشهداء في مواكب الشهداء اللي قدمتها مصر طوال طريقها للحصول على حريتها ونضالها واستقلالها وحرية أراضيها طوال هذا الفطرة يعني أنا سعيد جدا من قرار رئيس أن نضم الشهداء والنصابين نتنمي فيه معركة الإسماعيلية يناير 26 يناير وليه كان سبب أصلا عيد الشرطة يعني بالضبط 52 سعيد جدا بمعركة السنزاف يعني هذه المعركة المظلومة في التاريخ فعلا لم تسكر كثيرا يعني لأنها هي الأساس اللي كانت بداية المؤدي لنصر أكتوبر يعني كل اللي شاركوا في التاريخ فعلا قال التدريب الشاق والخلوط حرب السنزاف كان كانت حرب بالتاريخ فعلا بالنسبة لهم ده تدريب على اللي هم أخذوه في السنزاف بالتالي ضم الشهداء ومصابين كمان في السنزاف ده شيء عظيم جدا يجب أن نوجه التحية والتقدير له للدولة وفي خمطة ريسع فتاح السيسي لأنه بالفعل يؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبنها على مدار عشرات السنوات وعلى مدار عشرات المعارك اللي خضيتها سواء من أجل الدفاع عن كرامة وعزة الوطن في 52 أو معارك التحرير للأرض والصداد والصداد للأرض والدفاع عن كرامة مصر في الحروب اللي خضيتها مصر لغاية 33 ثم المعركة الأشرص هي معركة مع العدو الأشرص والإرهاب في سناء والعشرات والمعات اللي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة على أرض سناء الطاهرة أعتقد تحيطة استحق بالفعل يعني قرارة استحق وتوجيه استحق التقدير ويجب أننا نتام مثل هذه الأخبار لأنه يعني هو ده اللي بالفعل بتتكلمي على فكرة تكسير الثقة ما بين الدولة والشعب ده بينمي فكرة الانتماء عند المواطن حتى العادي ده اللي لازم نتام بيه وزي أنا من وجهة نظر ننزل لأسر الشهداء دول ونشوف رد فعلهم إيه القرازية ده يعني من 52 تخيالي مين اللي كان يهتم بشهداء 52 معركة السمينة ونحتفل بيه مين اللي كان يهتم بمعركة السنزائر بناء حقود الثورية في حرب الاستنزائر أو ب67 أو الأقرى أعتقد أنه ده قرار سيحسب بالفعل بالفعل لرسع فتاح السيسي والدولة في هذا التوقيت دي حقيقة وإحنا دايما بنقول إنه لو لا معركة مصر في حربها ضد الإرهاب الأسود ما كنا سنشهد هذه التنمية ووحدة من أذرع التنمية في مصر هي التنمية الزراعية والتوسعات الإفرقية والرأسية وده لا يخدنا بيكت أشرس معركة لأن المعركة الحقيقية معروف أبعادها معروف حدودها لكن كنت بتكلمي على معركة إرهاب غاشم وأسود وغير واضح عدو وغير واضح فمين وراء ومين أداء ومين بموله فانتصار السيادي كنت أعتقد أن دي أشرس معركة لنا كانت معركة مصرين ومعركة وجود أسود عدل ولولا انتصار مصر ما كنا سنحقق التنمية وده لا يخدنا لي الخبر التالي حيث